اشتركوا في القناة جد قيمة اي اذا المطلوب من عندك بهذا السؤال هو هذه قيمة اي اشتركوا في القناة هذه راح تساوي طبعا من راح ابدي بالسؤال هذا الليمت للسؤال كله ام للحد هذا فقط او لهذا المقدار فقط اكيد راح تقول لي لهذا المقدار الطرف الايسر لان هو الليمت فقط هنا خاله وين قبل اليساوي اذا للطرف الايسر فقط الليمت شون يحال من اريد احل الغاية الغاية حال الدالة الكسرية اول فقرة افحص المقام يجب ان المقام لا يساوي صفر فرح نعوض قيمة اكس بالمقام وانشيك المقام يطلع يساوي صفر ام ما يساوي صفر طبعا من راح تجي تشيك المقدار راح يصير الخمسة تربيح هي خمسة وعشرين ناقص ثمانية في خمسة اربعين زائدين خمسة عاش لولة اثنين هم ينطوني اربعين ناقص اربعين راح يطلع المقام يساوي صفر اذا كان المقام يساوي صفر ما اقدر احل بالتعويض المباشر اذن راح استخدم طريقة اخرى وهي طريقة نسميها التحليل والاختصار احاول استخدم طرق التحليل للبسط والمقام بكل مقدار بما يتلاء امويا اذا راح يكون عندي لمت اكس يقترب من الخمسة لاحظها سهنة بالنسبة الى هذا الطرف الاكس تربيح ناقص خمسة وعشرين يحل الفرق بين مربعين اكس ناقص خمسة واكس زائدين خمسة اتحلل هذا المقدار بالفرق بين مربعين اما المقام فهي حدودية ثلاثية هي مترتبة وعامل مشترك ماكو بين حدودها راح نحاول نحللها بالتجربة راح يصير عندي اكس باكس الاشارات يكون سالب بسالب لخمسة عاش جاية من خمسة في ثلاثة حتى يطلع لحد الوساط ومن الضروري انك تشيك القريب في القريب والبعيد في البعيد حتى هنا سالب خمسة اكس سالب ثلاثة اكس راح نحصل على سالب ثمانية اكس اللي هو الحد الوساط اللي موجود بالحدودية اللي معطات بالسؤال بعد ما حللت يساوي طبعا سالب ثلاثة اي زائدين دعش هنا اكو اختصار راح يصير الاختصار هو هذا القوس يختصر مع هذا القوس كله هس بعد الاختصار اذا تشيك لي المقام راح يصير المقام هنا خمسة ناقص ثلاثة يطلع يساوي ثين ما راح يساوي صفر هسه نقدر نحل راح يصير عندنا خمسة زائد خمسة على خمسة ناقص ثلاثة يساوي سالب ثلاثة اي زائد دعش هنا هنا خمسة زائد خمسة هي عشرة خمسة ناقص ثلاثة هو ثنين يساوي سالب ثلاثة اي زائد دعش هنا خمسة عشرة على ثلاثة خمسة يساوي بثلاثة اي زائد دعش بالامكان ننقل السالب ثلاثة اي حتى تكون موجب وناخد الخمسة هنا فراح يصير عندنا لثلاثة اي تساوي دعش ناقص خمسة اذن لثلاثة اي راح تساوي ستة بالقسمة على معامل ال اي راح نحصل ال اي تساوي اثنين وجدنا قيمة اي الى هذا السؤال وصار حلينا سؤال الثاني ايضا كما لدينا الحل نروح على السؤال الثالث يتحرك جسم على خط مستقيم وفق العلاقة ستي تساوي تي تربيع ناقص عشرين تي زائد مية وعشرين حيث يقاص البعد بالكيلومتر والزمن بالساعة احسب السرعة بعد خمس ساعات اذن المطلب الاول يريدني بهذا السؤال احسب له السرعة بعد خمس ساعات اذن نسوي مراجعة سريعة شنو العلاقة بين الازاحة وبين السرعة وبين التعجيل اذا اتذكر جدنا نقول العلاقة الازاحة اشتقاق الازاحة راح احصل ال V اشتقاق ال V راح احصل التعجيل اللي هو اي طبعا هنانا كلهم للمتابعين ال T نعنا وهنانا اشتقاق ايضا اشتقاق الى ما بين السرعة والتعجيل هذه الفرع الاول اذا تلاحظ نطعني الازاحة ال S T وش يريد يريد السرعة بعد خمس ساعات اذا اول فقرة لازم نجد دالة السرعة الشو تجد دالة السرعة من اشتقاق الازاحة اذا المطلب الاول راح تقول V T تساوي اشتقاق ال S يعني S فتحة T اشتقلي هذي الموجود راح يصير عندك 2 T ناقص 20 بتعويض الزمن اللي موجود عندنا اللي هي هنا الزمن عبارة عن خمسة راح يصير يساوي 2 في خمسة ناقص 20 راح يطلع عندنا 10 ناقص 20 يساوي سالب 10 كيلومتر بالساعة هذه هي الوحدة اللي راح نقص بها 2 راح نروح المطلب الثاني يريد بعده طبعا الازاحة كلمة بعد موضع موقع ارتفاع هذا كله يعني ازاحة اذا طلب من عندك اي وحدة من هذه تعني الازاحة اذا يريد من عند الازاحة بس الزمن لازم عند زمن الزمن قال عندما تصبح سرعته وتساوي صفر هاي الفقرة اللي كلمة عندما راح نجد من عندها الزمن شون يعني لازم اروح اطلع السرعة اخلي السرعة تساوي صفر واطلع من عندها الزمن وارجع احوض بالازاحة انا السرعة نطلعها قبل شوية اللي هي الاثنين تي ناقص عشرين هذه منه هذه هي السرعة هو اش قال السرعة تساوي صفرا اذن تساوي صفر انحل هذه منها راح ننقل العشرين لاثنين تي تساوي عشرين اذن تي يساوي عشرة طلعت الزمن يساوي عشرة منطلع عندي الزمن يساوي عشرة هس اروح اشوف المطلب ما يريد البعد البعد يعني الازاحة مائلا يريد اس المن للعشرة الزمن اللي راح يكون عندي اعوض هنا عشرة تربيع ناقصا عشرين في عشرة زائدين مية وعشرين العشرة تربيع هي مية ناقصا ميتين زائدين مية وعشرين هنا راح اطلع قدي سالب مية زائدين مية وعشرين راح نحصل الناتج النهائي تساوي عشرين طبعا هنا العشرين كيلو متر البعده عندما تصبح السرعة تساوي صفرا اي بمعنى تحرك الجسم وتوقف لنقطة ما اشقد صار البعد عنده بعد ما صار عنده هذا التوقف السؤال اللي بعده جد قيمة ان اذا كان مضروب ان زائد واحد على مضروب ان ناقصا واحد يساوي ثلاثين هذا السؤال بما انه يحتوي على المضروب فدائما تستذكروا يعني الدرج اللي جنا نسويه خاص بالن خلي هنا نسويه لك حتى تتذكر شو جنا نشتغل على هذا وشو تقدر تستفاد من عنده هذا هو الان اذا صعد راح يسترعدنا ان زائد واحد هنا ان زائد ان اثنين اذا ننزل راح ان ناقص واحد ان ناقص اثنين ان ناقص ثلاثة ان ناقص اربعة والى اخرية وايضا هذا منانا الى اخرية زي انا لست عندي عنى ان زائد واحد وعندي ان ناقصا واحد بمن نبدأ لحل بهذه الاسئلة تبدأ بالاكبر من الاكبر الان زائد واحد امن الان ناقص واحد حتى اذا ما قدرت تعرف انت تستنتج من الاكبر باوعي انانا على هذا الدرجة قدامك من الأعلى الان زائد واحد لو الان ناقص واحد لا أكيد الان زائد واحد هو الأعلى إذن هو الأكبر فراح نبدأ نفك هذا العدد ش راح يصر عوالي مقدار يساوي ثلاثين الان زائد واحد راح تنبدأ نفكه منا وننزل تنازل يعني صار عدي اين زائد واحد مضروب في اين مضروب في اناقص واحد أنا ش عندي بالمقام لاحظه ن ناقص واحد مضروب من وصلت هذا اخلي علامة المضروب راح نقدر نختصر اش بقى عندي بقى عندي ان زائدا واحد مضروبة في ان تساوي ثلاثين صار عندي معادلة تحتوي على ان اذا حليت هذه المعادلة راح نقدر نوجد قيمة الان راح نفتح الاقواس ان تربيع بالتوزيع طبعا زائدا ان ننقل لثلاثين نصير ناقص ثلاثين تساوي صفر هذه المعادلة ممكن نحلها بالتحليل وممكن نحلها بطريقة ثانية اللي هي طريقة الدستور اذا اتحب هنا راح نحلها بالتجربة بالتحليل اللي هي راح نصير لثلاثين طبعا جاية من ستة في خمسة وايضا تسوي تشيك مالتيك القريب في القريب والبعيد في البعيد موجب ستة ان سالب خمسة ان راح نطلع عندنا موجب واحد ان اللي هو يعني موجب ان اللي هو الحد الوسط هنا بعد ما حلينا هذا السؤال بالتجربة راح نحصل اما الان زائد ستة تساوي صفر حسب خاصية الضرب الصفري او الان ناقصا خمسة تساوي صفر طبعا هنا راح نقول الان يساوي سالب ستة ها طبعا هنا ستة وهنان راح يصير الان يساوي موجب خمسة اكيد راح نقول هذا هو الناتج وهذا الان راح يهمل لو تسأل ليش نهملنا الان راح اقول لك لان احنا الان من هذا القوس راح او هذا المحطة بعد ما راح افكه راح يطلع عندي حد ما بي اكس يريد هذا الحد اشور راح نبدي بالحد نفرض رتبة الحد الخالي من اكس هي ار او نقول تساوي ار فرضنا الرتبة تساوي ار نجي نطبق قانون الحد العام قانون الحد العام يقول بي ار تساوي توافيق ان مأخوذة ار ناقصا واحد اكس اوس ان ناقص ار زائدا واحد واي اوس ار ناقص واحد طبعا يعني يعني الاكس هو الحد الاول ويعني بالواي هو الحد الثاني راح نجي يسا نعوض ونقول له يساوي انا الرتبة ما اعرفها لذلك راح يبقى شنو راح يبقى عندي بي ار توافيق الان هو هذا الاس معروف عد اللي هو واي اخو مصطعش مأخوذ ار ناقصا واحد الاكس هو الحد الاول الحد الاول هنا عندي كلش اسمه اكس تربيع اوس اخو مصطعش ناقصا ار زائدا واحد والواي هو الحد الثاني سالب واحد على اكس هذا كله اوس ار ناقصا واحد راح نبدي نبسط هنا اخو مصطعش ار ناقص واحد ما يدر ابسطها لان عندي الار مجهولة اما هنا راح يكون عندي الاكس تربيع لاحظ الاس اش راح يصير خمسطعش زائد واحد راح يصير ستاحش ناقصا ار اما هذا من الممكن نكتبه سالب واحد اوس ار ناقصا واحد والاكس اوس سالب واحد اوس ار ناقص واحد لان ايس كانت بالمقام فرفعناها للبات صار الاس مالته سالب واحد يساوي طبعا هنا اكو ملاحظة مهمة راح نوصلها اللي هو الحد الخالي من اكس يعني اوس اكس يساوي صفر يعني انا من راد من عندي حد خالي من اكس معناه يريد من عندك اكس اوس صفر راح نبدأ نبسط مناني طبعا توفيق هنا خمسطعش ار ناقص واحد اكس اوس اثنين وثلاثين ناقصا اثنين ار وهناني السالب واحد اوس ار ناقص واحد الاكس اوس سالب ار زائد واحد هناني اذا تلاحظ راح يكون ادنا الهنان راح يصير ادي ال 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 راح يكون عندي اكس اوس هناني ثلاثة وثلاثين ناقصا ثلاثة ار سالب واحد اوس ار ناقص واحد هسا مناني راح نقول لي ما معناه الحد الخالي من اكس هو اكس اوس صفر يعني لازم هذا كله يكون عندي اكس اوس صفر راح نهم المعاملات فرح يكون فهذا راح يصير عندنا ثلاثة وثلاثين اكس اوس صفر تساوي اكس اوس ثلاثة وثلاثين ناقصا ثلاثة ار هناني راح يكون عندنا اذا تساوت الاساسات تساوت الاساس يعني لثلاثة وثلاثين ناقص ثلاثة آر يساوي صفر منا راح نحصل قيمة آر تساوي دعاشتين لثلاثة آر يساوي ثلاثة وثلاثين هذا رتبة الحد الخالي من اكس اما تنجح نعوض الآر هنا بالحد الحد العام ونوصل فاصل ونكمل وياكم ما وصلنا ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة